يساعدني استضيف الفنان زهير دباغ أهلا وسهلا فيك كيف صحتك؟ أهلا وسهلا كويت حضرتك من حلب أنا من حلب نعم حلب يلي هي منطقة بالنسبة لك مميزة جدا قلت اللي بنا نبدأ الحكة بحلب الحقيقة حلب بالنسبة إلي هي المدينة اللي المدينة اللي العمراء إذا عشر ألف عام واللي ما غابت عنا الحضارة هي كانت أساس في تكويني الثقافي والفني وهي اللي كانت وهي الحقيقة اللي عطتني المد العظيم لأحلامي وزهني وفكري وتكويني زهير دباغ أحضرتك رسام وأحضرتك نحات نعم كنت عم تقولي أنه الرسم والنحة مع بعضهم بيمشوا مع بعضهم مش نفس التقنية ولكن نفس الكلمات لنعبر عن ستيل معين عن أداء معين شو العلاقة بين أول شي شو العلاقة بين الرسم والنحة وشو وحضرتك شو اللينك بينتهم هلا أنا بديت رسام ونحات من الطفولة يعني وكان شغفي الشديد بالنحة هو اللي اللي وداني للفن بشكل عام لكن ما بفي نحات في العالم ما رسم وما بدي رسام لأنه النحة هو رسم لكن رسم لشي من أبعاد متنوعة من أعماق متنوعة وبالتالي أي نحات هو لازم يكون رسام بالتأكيد هل بتتصور يعني هل الشي بترسمه أو الشي بتشوفه هل هل النحات هيدا سؤال كان طول عمري حابب اسأله لأنه هل بتشوف إن كانت صخرة أو إن كانت يعني بتشوف الصورة قبل ما تنعمل الحقيقة آلية الإبداع عند كل فنان متنوعة في العالم يعني في شي لا يحصى من آلية الدخول في عملية الإبداء لكن بشكل عام متعارف كتير كتير إنك إذا كنت نحات بتاخد مادة صلبة وبتدخل عليها لتعمل منها شيء أنت بالأول بتحلم بتفكر بتتخيل وبعدين بتشتغل فيه آلية تانية أحيانا بتبدأ بالعمل وبتبدأ إشاراته مع عواطفك مع إيرادتك في إنك تبتكر عمل فني بتطور العمل بين إيديك أحيانا بياخدك لمحلات أنت ما رسمتها بالأصل أو أنت ما فكرت فيه على الإطلاق مشاهدين الفنان زهير دباغ موجود بلبنان لأنه في معرض طبعه عم بيصير بجميزة بـ Art on the 56 هيدا الصالة بجميزة لكن بدأ العرض وبعد فيه كاميوم بس لتلحقوا حالكم وتشوفوا أشغاله وأعماله الفنية هلأ نحنا عم نحط لكم الصور حالياً سبت بـ 15 أدار لكان بيكون المعرض انتهى ولكن الفنية اللي خلقوا هول اللي عم أعرضهم حالياً نعم نعم هدول الصور اللي عم يمرؤوا هنين من المعرض نفسهم لما نحط بيشتغل الصخر ممكن يصلح شي بعدين حضرتك بتشتغل بالبرونز يعني بتنحط بالطيب ما هيك؟ الطين بترجع بعدين يعني بترجع بتشتغل الأولي ولكن إخي الشي رح يرجع يصير صبة للبرونز صحيح؟ نعم نعم معقول يكون بدك يعني بتشوف هيدا هي خلاص معقول بدك تغير شي معقول منه إذا بدك منه منه شي فيك تغيره منه فيك منه شي يعني متى ما صبيته خلاص هيدا هي كل الفنانين في الدنيا وقت اللي بيخلصوا عملهم وبنتهي العمل بتحولوا لمشاهدين إذا كانوا منصفين وبتحولوا لنقاد إذا كانوا أكيدين أو واسقين من حالهم يعني الفنان دائما دائما لما بيطلع على عمل خلص منه دائما بيحس إنه كان ممكن يعمل إضافة أو ممكن ينقص فبس انتهيت من العمل الرجوع له الحقيقة أمر يعني مو سهل وبالتالي يعني في كتير من الفنانين بالنحة ما ممكن بالنحة يعني يمكن في صعوبات هائلة بأنك ترجع لعمل مبني من البرونز ومتعوب عليه ومعرق بتقنيات أو مراحل تقنية متنوعة بالحجر أصعب بس بالرسم في كتير فنانين وبيحكوا عن كتير فنانين كانوا دائما أصابع الألوان بيجيبهم وبروحوا دائما لأعمالهم الماضية وبعمل لمسة إضافية وبعمل إضافة إضافة كان بيحلم إنه يعملها أو بيفكر إنه يعملها بتعرف عبكرة كنا عم نحكي مع يعني بفاميلي كنا عم نحكي عن نمة الذكاء العاطفة على الأولاد إنه ترجيع الأولاد على الفن وأنا عطيت على سبيل المثل قلت نحت بعدين قلت لها للدكتورة اللي كانت ضيفت قلت لها بس النحت منه شي يعني باركي الأفضل نحكي رسم أو مسرح أو شي آخر النحت منه شي باركي بتفكر فيه ما عم مفكر بمدرسة حد مني ما عم مفكر بي أنت كنت طفل لأنه بدأت صغير جدا بحلب واتجهت لهالشي للنحت ليش النحت وكيف النحت وكيف قدرت تتحقق؟ الحقيقة بكلامك عن الأطفال أقرب مادة للطفولة هي الطين وأكثر متعة وأكثر مجال للخلق والتعبير عند الأطفال وبالتالي ما هو منصف أبدا أبدا أنك تحرم الأطفال من لعب بالطين لأنه أكثر الأحلام الجميلة والعالية والمليئة بالتعبير تطلع من تماثيل الطين اللي بيعملها الأطفال الصغار والحقيقة هي مكان لتفريغ كل تعبيرهم والإبلاغ عن أحلامهم فلذلك اللون معبر اللون واحد من وسائل التعبير اللي نحن كتير ألفناها لكن الطين هو الخامة شديدة البلاغة في التعبير عن أحلام الأطفال لأنه ولد مع التاريخ وما رح ينتهي إلا بنهاية التاريخ أستي زهير بالرسم فيك تستعمل ألوان بنحط إجمالا إذا برونز يعني فيه الألوان طبعا البرونز إذا حجر الحجر إجمالا هل فيه هل بينقصك شيء كنحات هل بتحس إنه حابب تحط لون أو خلص هذا شيء كيفي مثلا؟ لا بالتأكيد اللون مادة وخاصة في خامة البرونز اللون مادة مكملة للعمل وكتير من الأوقات من غامر ومن عامل المنحوطة بأنواع من الحموض وسواها ومنشتغل عليها أيام وبعدين من نفشل بالوصول لغاياتنا ومن عيد ومن عيد الكرة اللون بلعب دور كتير مهم في المنحوطة وإن كانت خيارات الفنان في اختيار خاماته سواء كان بالبرونز أو بخامات أخرى مثل الخشب مثل الحجارة أو الرخام هي واحدة من البحث عن لون معين للعمل الفني زوردة بقى حضرتك يعني تعلمت وأصبحت فنان ولكن بمرحلة من حياتك تعادت عن الفن ورجعت هل كانت كتير صعبة أنه تحقق حلم أنك تكون فنان هل فكرت أنه فيك تحط هذا الشيعة جنب وبركة ميرسو بشكل شخصي مش بشكل يعني معلن بركة إذا فيني أقول أو هل الفني اللي فيك أقوى من كل شي تاني هلأ الحقيقة هاي يعني هاي مشكلة يمكن بيعاني منها أكتر الفنانين في المنطقة العربية أنه العيش من العمل الفني يمكن يكون في جديد الصعوبة وخاصة في المناطق أو في المدن اللي ما فيها حركة فنية فاعلة يعني دائما في كل دولة في مدينة بتتقلق في الحركة الفنية ومدن أخرى فيها فنانين لكنهم يعني بعيدين عن الضو عن الضو الفن الحقيقة خيار عندي على الأقل ما إلو بديل ما إلو مشابه وأنا رحت كتير لتجارب في الحياة يعني لا أعيش منها لكن خياري النهائي كان عملي الفني هذا الخيار اللي ما بظن رح يتركني للآخر بالبعض الصور اللي شفناه هنا هلأ اللوحات خاصة عم تابعة كنتو لكن ما قدرت ركز على الرسمات فيه ألوان قوية فيه أشكال منها دقيقة يعني كأنه حلم كأنه شو القصة ورا هاللوحات بركي اللي عم تعرضها حاليا أنا ببني عملي بطريقة خاصة تقريبا يعني يمكن يكون فيه كتير من الفنانين بشاركني هذا القصة أنا بشتغل على العمل بحس تجريدي بحث بعيد عن الأشكال بعيد عن الرسم بعيد نهائيا وبعتبر اللوحة ملعب للمتعة أحيانا وملعب للتعبير خياراتي اللونية متعددة كتير ما لحدود بحب اللون المشرق بحب اللون المتألق وبعد ما بنتهي من هاي العملية عملية توزيع اللون وتوازنات اللون باللوحة بيطلعوا الأشكال عندي بطلعوا الشخص يعني بيطلعوا تماما مع تكوين اللوحة يعني اللوحة اللي عم نشوفها هلأ شو 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 استعملت هالهوة بترسم بالألم وبترجع بتحط لون باينتينج يعني أو كله باينتد شو اللي تقنيل بتتبع از ميكست ميديا أو بس رسم أنا حاليا بشتغل على الميكست ميديا في كل أعمالي خاصة بالرسم والتصوير ما بشتغل بالألم على الإطلاق بواجه اللوحة باللون أولا بعد كل هادول الشخص اللي بيطلعوا باللوحة بيجوا باللون تماما تماما وكتير من الأوقات إذا كان في خط بيجي بآخر اللوحة يعني الخط هو تتويج إن وجد وهو موجود كتير كتير هو تتويج لهذا الإنجاز اللي بالنهاية منسميه اللوحة أو منشوفه عمل فني هلأ الانتاج إذا فيني قول انتاج عملية انتاج النحت أدي بيخد وقت عم بيحكي من مرحلة في أو من ميلة في عندك التفكير الفني ومن جهة تانية في عندك إنه في وقت معين في وقت تقني لأنه عم نصب أولب لأنه عم نشتغل بمادة معينة بده وقت تتسخن أو تتبرد يعني في شي علمي وفي شي فني نعم نعم كيف كيف تتعامل فيهم وهل أنت يعني بتدخل بكل البروسيس يعني هل من من نحت على الطين لحد ما يطلع برونز إيدك والفنان يعني بيكون موجود أنا دائما موجود مع عملي الفني من الأول حتى عرضه للآخرين لأنه بحس إنه كتير عندي مسؤولية تجاه هذا العمل كتير من الظلم إنك تترك عملك بمرحلة معينة للآخرين لأنه بالتأكيد بالتأكيد رح يتدخلوا فيه فأنا من البداية من حلمي بالأولي بابتكار عمل أو إبداع عمل بيدخل بمراحل مثل ما قلت إنه متناقعة كتير كتير برسم وبعمل تخطيطات للشغل وبعدين ببني هيكل العمل هاي عملية تقنية مائلة علاءة لكن يعني برافقة قليلا من الحلم قليلا من الصبر قليلا من يعني عملية كتير متشابكة فيما بعد بس انتهى العمل تدخل في عملية مضنية من صب الأوالب ونسخ النسخ وتحويله إلى شماع وسواها أنا برافق كل هاي المراحل طبعا بيساعدني ناس لكن في كل مرحلة دائما إنهاء العمل هو بيطلع من تحت إيدي ما بمروء من إيد الآخرين هالمعرض لكين يلي صر له كم أسبوع وبينتهي نهار السبت بخمسة عشر قدر بجميزة أرتون دي ففتي سيكس معرض للفنان زوهير دباغ في معرض تاني عم بتحضره بمكان آخر ببلد آخر يعني فيه فيه اتصالات لأماكن متنوعة لكن المعرض دائما يكون محطة لإنك تبدأ من جديد أو تنطلق من جديد لأماكن أخرى وتتواصل فيها مع الآخرين هل أنت إذا في نسأل السؤال مبسوط يعني رجعت للشيء اللي بتحبه وللتجيب اللي كن بدكيها هل حققت هالشيء؟ أنا سعيد الحقيقة كتير كتير بعودتي لعملي الفني لكن ساعاتي الكبرى هي يعني استمديتها الحقيقة من كتير من الأصدقاء اللي دائما كانوا وراي دائما كانوا بيطالبوني بالعودة للعمل الفني ودائما بيلوموني أن أنت وين رايح؟ وين رحت؟ وين رايح؟ أنا اليوم رايح على عملي الفني بدون عودة منه شكرا لزيارتك استيه الزهير دباغ ألا وسألا فيك مشاهدينا رح ناخد بريك سريع ونرجع نشوف شو عم بيصير بالمطبخ أنا عم دمع من ريحة البصل والإلى آخره بريك سريع ونرجع لكم شكرا